السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم ميس اسماء على قناة ساينسوز ميس اسماء حبيبي ستودينت اف ساكند برب اهلا بيكو حبيبي النهاردة بنبدأ ناخد يونت 3 لسون 1 ريب راداكشن ان بلانت بار 2 المرة اللي فاتت تكلمنا على التابكال وكلمنا على النهاردة هناخد تاني حاجة في الساكشوال ريب راداكشن هي الفيرتلايزاشن بروسس بعد ما البولن جرين توصل للستيجما ايه اللي بيحصل قال لنا اول ما البولن جرين تنتقل للستيجما بتاعت الفلاور البولن جرين دي بيحصل لها جيرميناشن او انبات بيبدأ يحصل لها انبات والنيوكليس اللي جواها بتبدأ تنقسم لتوب ميل نيوكلياي وبتبدأ تعمل تيوب طويلة كده اسمها الايه اسمها البولن تيوب عشان تبدأ توصل لتوب ميل نيوكلياي جوا الاوفري لغاية الاوفر طب انا عشان اشوف عملية الجيرميناشن اف بولن جرين دي جوا اللاب بتاعي هعمل ايه هجيب بولن جرين واحط عليها هحطها في شوجري سليوشن واحطها على السلايدز واسبها كده حوالي نص ساعة وارجع اعملها بلاحظ ايه ان البولن جرين ان شوجري سليوشن اللي انا حطيتها في الشوجري سليوشن اتغير شكلها بدأت يحصل لها جيرميناشن انها الاول كان البولن جرين بالشكل ده جواها بس الجنوريتف نيوكليس تمام والسايتو بلازما والبلازما من برين بتاعها بعد كده بدأت يظهر عندي البولن تيوب والجنوريتف نيوكليس دي حصل لها ديفجن اتقسمت نصين واعطيتني التو ميل نيوكلياي تو ميل نيوكلياي تمام طيب دي عملية الجيرميناشن اف زي ايه زا بولن جرين طيب بتتمي ازاي بقى عملية الفيرتليزيشن قال لنا لا الفيرتليزيشن بروسس ان بلانت بقى اخرين ستبس يبقى البولن جرين دي هترزق على الاستيجما والاستيجما دي فيها الشجر سيليوشن عشان تساعد البولن جرين على الجيرميناشن اول ما بتلاقي ايه هي الشجر سيليوشن يبدأ يحمل لها ايه جيرميناشن بالشكل دوت وبعدين البولن تيوب دي بتبدأ تتمدد جول ايه الستايل والاوفري لغاية ما توصل لنقطة اسمناها المايكروبايل اللي من خلالها بتوصل ايه التو ميل نيوكلياي للاوفم اللي موجودة انسايد دا اوفري يبقى the pollen tube extend through the style till it reach the ovule inside the ovary through the microbial من خلال الاسمه ايه دا المايكروبايل ستيج نومبر فور بيقول لنا the end of the pollen grain tube degenerate نهاية البولن جرين تيوب دي بتتفتح وبعد كده بتبدأ تدخل ايه one of the two main nuclei fuse with the ovum يبقى واحدة من الميل نيوكلياي دي بتتحد مع بويدة وتكون لي الزيغوت وتكون الزيغوت اللي هو الfertilized ovum او الزيغوت يبقى the end of the pollen tube degenerate and one of the two main nuclei fuse with the ovum forming fertilized ovum which is known as zygote وتكون لي الزيغوت اول ما الزيغوت بيكون multiply division او successor division ورا بعضه عشان يدينا الامبريو اللي بعد كده بيدينا a new plant يبقى الزيغوت بيحصل له successful division to form the embryo which grow forming a new plant ادي زيغوت بقى two cells بقى four cells بقى multiplying cells زيما انا شايف في الامبريو اللي قدامي وبعد كده اعطونا a new plant لما بيجي اعرف عملية الfertilization process بقول it's the process of fusion of the nucleus of the male cell اللي هي البولين جرين with the nucleus of the female cell اللي هي ال ovum to form the zygote عشان يكون لي الزيغوت طب ايه هو الزيغوت it's the cell resulting from the fusion of the balling grain and ovum nuclei يبقى هيا الخليل اللي نتجأ من اتحاد البولين جرين مع نواة ال A البويضة ال ovum nuclei طب لما نجي نتكلم كده عال formation of seed and of seed and the fruit بعد اكتمان العملية الfertilization process اللي بيحصل بلا ان الوال of the ovary هو الوال بتاع ال ovary جدار ال ovary بتاعي هو اللي بيتحول لل ايه لل outer code بتاع الفروت اللي هو ال pre-corp تمام تمام طيب ال ovary اصلا بيتحور ل ايه وبيتطور ل ايه ال ovary بيبقى هو الفروت اللي انا باكلها يبقى the ovary it developed to become a fruit تمام طيب هو بيبقى هو غطاء البزرة طب وال ovary نفسها تبقى هي السيد يبقى تاني الوال of the ovary become the fruit وي ال ovary become the fruit والوال of the ovary developed to become the seed وي ال ovary نفسها become to a it developed to become the seed هي بتبقى السيد عني بقى fruits differ from each other according to the nature of the ovary على حسب النature بتاع ال ovary because the ovary that contain one ovary gives the fruit with single seed يبقى ال ovary اللي فيه one ovary give a fruit with single seed زي مين؟ زي ال olives وال peaches اللي اتنين جواهم single seed طب وال ovary اللي فيه many ovules هيدينا many seeds زي ال peas وال peas ال plant هنتكلم على ال asexual reproduction او التقاصر اللاجنسي في النباتات وده بيتسمو vegetative reproduction او التقاصر الخضري وده التقاصر اللي بيتم بأي جزء من اجزاء النبات معادة الزهر ايه هو ال vegetative reproduction باقل مع أن الزهرة مش يكون لها أي دور في العملية دي يبقى طيب هنبدأ ناخد بقى types of vegetative reproduction يقول لنا أنه there are two kinds of vegetative reproduction فينو عين من الـ vegetative reproduction natural vegetative reproduction وartificial vegetative reproduction الـ natural vegetative reproduction أو التقاصر الخضري الطبيعي بيتم في أجزاء من النبات زي الـ rizmos الجزور الكورمس التيوبرز الدرانات البالب الأفشوتز الأفشوتز هي الفروع التيوبرز الدرانات والكورمز اللي هي الكورمات والريزمس الجزور طيب هنتكلم بقى على الـ natural vegetative reproduction هناخد نوع واحد منه هو الـ reproduction by tuber عن طريق الدرانات الدرانات دي بلاقيها فين؟ بلاقيها في الـ potato والـ sweet potato يأما بتكون عبارة عن horizontal root زي الـ sweet potato أو يكون tristitial stem زي الـ potato يبقى بلاقيها في الـ sweet potato ويالـ potato يأما بتكون عبارة عن الـ tuber is a horizontal root as sweet potato or tristitial stem as potatoes لما بايقى أعرف إهي الـ tuber بقول it's a swollen part from the horizontal root or tristitial stem which contain growing the bud and it used for vegetative reproduction فعملية الـ potato في البيت ولقيت فيها بطز كتيرة وبدأت أقطع البطز دي وعمل cutting للـ potato tubers وهي بحطتها كده في شجر solution فترة لغاية ما حصلها ورجعت زرعتها في الأرض بلاحظ انها بتطلع لي ايه نيوب جديدة نيوب لانت عديدة وطلعت جنبها نيو ايه نيو تيبرز جديدة عشان أخدها وابدأ ايه أستخدمها تمام؟ تمام طيب هنجي بقى نتكلم بعد كده على الـ artificial vegetative reproduction الـ artificial vegetative reproduction أو التكاثر الخضري الصناعي ده بيتم عن طريق أربع طرق يا إما الـ cutting يا إما الـ grafting يا إما الـ tissue culture أو layering هنبدأ ندرس المرة دي reproduction by cutting عن طريق الايه التعقيل التعقيل ده بيتم أو التقطيع ده بيتم في الحاجات اللي ممكن أخذ منها جزء من النبات بس لازم الجزء من الـ stem اللي أنا هاخده ده لازم يكون فيه ايه في نهايته كده ايه برعم طرح فيه جوز أخضر طالع عشان أبدأ أستفيد بيه في زراعة النباتي يبقى دي القط بتاعتي لازم تكون جزء من الـ root أو الـ stem أو الـ leaf بس contain a bud taken from the plant for reproduction لازم تكون فيها bud taken from the plant for reproduction يبقى هيا دي العقلة العقلة دي بتيجي جزء من الـ root جزء من الـ stem أو جزء من الورق لما بيقي أعرف الـ reproduction by cutting بقول it's a kind of artificial vegetative reproduction in which a part of the plant that contain growing bud known as the cut is planted known as the cut is a planted طبق إيه القط it's a part of fruit stem or leaf that contain growing bud taken from the plant for reproduction عملية الـ cutting دي بتتم في عدة نباتات زي الـ grabs الـ roses الـ sugar can grabs roses و sugar can دي ويتم فيها vegetative reproduction by cutting طيب نيجي بعد كده نتكلم على إيه ما يبدأ دلوقتي نتكلم على تاني نوع من الـ artificial vegetative reproduction هو reproduction by grafting أو إيه التكاثر بالتطعيم أنا عندي بقى هنا two types of plants two types of plants اللي اتنين قريبين من بعض في الـ species فأنا عايزة أعمل ما بينهم mix ويطلعني حاجة جديدة فبعمل إيه بجيب نبات الأساسي بتاعي بسميه هو الـ stock تمام الجزء من النبات الأساسي بتاعي اسمه الـ stock وبقطع فيه شق عشان أحط الجزء من النبات الجديد اللي فيه برعم طرفي أو فيه new bud عشان يبقى وده اسمه cycle وابدأ أحطهم مع بعض وأسيبهم ورويهم عشان يبدأوا يطعاموا بعض ويطلعوا لي نبات جديد بيتم في إيه الحاجات دي بيتم في الحاجات القريبة مثلا أنا ممكن إيه بلاقي كده بلاقي مثلا حاجة mix ما بين الـ orange والنارينج فبعمل mix ما بين اللي اتنين وبيدينا orange اللي هو الـ bitter orange اللي برضو بيعملوا mixing ما بين الـ apples والpears ما بين التفاح و الكومترة ما بين الـ apricot والبيتش ما بين المشمش والخوخ الحاجات دي بيحصل ما بينها تطعيم أو grafting فما بيجع عرف reproduction by grafting well it's a kind of artificial vegetative reproduction in which a part of plant which contains more than one bud which contains more than one bud known as a cycon تمام is selected to be placed on a branch of another plant known as a stock يببا أنا بجيب السيكون اللي فيها more than one bud عشان نزقها فين في الـ stock بتاعة نبات تاني قالينا في نوعين بقى من الـ grafting grafting by attachment and grafting by wedge grafting by attachment إن السايكون فيها تمام السايكون اللي أنا واخده ده and stock اللي اتنين بقطعهم with integrated angle بحيث يلزقوا مع بعض وبعد كده the cycle is attached with the stock وببدأ يلزقهم مع بعض عشان أكد إنها تبدأ تيه يوصل لهم المية والغذاء من الـ stock للـ cycle ويكمل النبات شغله عادي إنما الـ grafting by wedge لأ أنا ببسك السايكون بعمله كأنه كده المرصاص بيبقى شكله مدبب وبروح جاي وبدأ أعمل فيها cleft عشان أدخل فيها اللي ايه السايكون مدبثyour LIKE مدبب decisم وما الـ Grafting by which بيتم في large trees في الأشجار الكبيرة طبعاً إش السمرة اللي بتبقى خارجة بيبقى الـ Grafting belong to the cycon بيبقى belong to the type of cycon يبقى the produce the fruit by grafting belong to the type of cycon بالنسبة للصيكون اللي جاي على الـ A على الـ Stock مش بالنسبة للـ Stock بتبقى طلع للـ A للـ Cycon اللي فوق this kind of reproduction is used only between highly similar plant species ما بين الحاجات القريبة قوي من بعض زي ما قلنا كده ما بين الـ Orange والنارينج ما بين الـ Apple والبيرز ما بين الـ A الـ Peach and Apricot تمام؟ تمام وقلنا الاستمار اللي طلعه بتبقى شبه مين؟ شبه الـ Cycon تبقى قريبة للـ belong to the type of the cycon مش للـ Stock طيب هناخد تالت نوع بقى معنا نبدأ ناخد تالت نوع معنا هو التكاثر بالـ A بزراعة الأنسجة زراعة الأنسجة ان انا ببدأ اخد جزء صغير من النبات وبعمله عشان يدينا والجزء الصغير اللي باخده من النبات ده باخده من اعلى الصاق من اعلى حتة في الصاق باخدها وابدأ اخد احطها في ميديم يكون فيه هرمونز ويكون فيه نيوتريانز يكون فيه مواد غذائية ويكون فيه هرمونات عشان تبدأ يعمل لها اعادة انبات بسرعة وفيدينا كذا فورت شبه بعض واخده بعد كده انقله للطربة عشان يدينا نبات طبيعي يبقى التشو كالتشور لتشو كالتشور ده من المفذارات المتحدة من الوابع الكزير من طبيعي وحتى التشو كالتشور ده لغاية حجمه محدد. وبعد كده بقى نقلو للسن بتاع النهاردة يا رب نكون استفدنا. ما ينسيش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس واستنونا في اللسن الجديد.